السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم موضوعنا النهاردة عن ارض السيارة وخمس اسباب تدل على تلف ارض السيارة او الطرف السالب بسيارتك بسرعة كده عشان ما طولش عليك هشرحهم بالتفصيل في وقت قليل وده اي معدودة وعايزك تركز معي خمس علامات تدل على تلف ارض السيارة بسرعة كده هنقول على الارض الارض ده يعني طرف سالب بيوصل لبعض القطع الكهربائية او الالكترونية اللي غير متصلة بالارض من الكمبيوتر لو الشركة هتبدأ تعمل ارضي او طرف سالب لكل الحساسات ولكل الكويلات او لكل البجهات هتبقى مشكلة كبيرة جدا وهحتاج لكمية كبيرة من الاسلاك وكمان التوصلية هيبقى فيها مشاكل كتير فاضطر المصمم ان هو يعمل الطرف الارضي الموصول بجسم السيارة بياخد السالب من البطارية يوصله بجسم السيارة وبعد كده اي جزء من الاجزاء الكهربائية او الالكترونية عايزة طرف سالب زي حساس الاكسوجين زي البجهات في بعض السيارات الكويلات بعض الحساسات الايدل كنترول فالفا او غيره حساسات كتير جدا بتاخد طرف السالب من الجسم بتاع السيارة وكمان من جسم المحرك لابد ان انا وصله الطرف الارضي اذا الطرف الارضي مهم جدا هو اللي بيكمل الدايرة لاي جزء من هذه الاجزاء اول علامة بتدل على تلف الارضي او ضعفه الضعف العام في الكهرباء تيجي تشغل الانوار بتاعت السيارة تلاقي الانوار ضعيفة في تشويش في الراديو في ضعف في الصوت بشكل عام وتحس ان الكهرباء فيها مشكلة او ضعف العلامة التانية رجى واهتزاز في محرك السيارة مع تقطيع ملحوظ اثناء توقف السيارة او السرعات البطيئة البجهات قطعة مهمة جدا وهي اللي بتعمل على اكتمال الاحتراق فلابد يوصلها طرف ارضي من جسم المحرك لو الطرف ده في مشكلة او خلل هيحصل اهتزاز شديد جدا في السيارة والمحرك هتلاقي فيه اهتزاز عالي جدا وحتلاقي السبب هو الطرف الارضي العلامة التالتة الدينامو او الالترنيتور لا يعمل على شحن البطارية بالشكل الصحيح ليه الكلام ده لان الدينامو واخد الطرف السالب الخاص به من المحرك طب لو الطرف السالب ده فيه مشكلة او ضعفة او مقاومة عالية او قطعة مش هيشحن للأسف البطارية او هيشحنها بشكل ضعيف وحتلاقي البطارية دايما تعبانة معاك وبتحتاج لشحن خارج السيارة العلامة الرابعة صعوبة في بدء تشغيل المحرك ليه صعوبة في بدء التشغيل قلنا عشان البجهات واحيانا الكويلات بتبقى واخدأ شارة من ارض السيارة او من ارض المحرك فبتبقى الشرارة قليلة جدا للحرق تفضل تدور مرة واثنين وتلاتة علاوة على ضعف البطارية عبال المحرك ما يقوم معاك ويشتغل ودي مشكلة كبيرة جدا خمسة ارتفاع حرارة المحرك وجه سؤال جميل جدا ايه دخل حرارة المحرك في الارضي المراوح مش بتشتغل بالارضي والكهرباء لو في ضعف في الارضي او في الطرف السالب بتاع المراوح مش لفات المراوح حتقل لاحتراء نفسه عشان البجهات والكويلات حيبقى فيه عندك فيه مشكلة الحساسات زي الايد الكنترول فالفو وكمية الهواء والمشاكل الكتيرة اللي بتحصل نظرا لخلل الارضي حتؤدي الى مشاكل كبيرة جدا وغير متوقعة واحيانا تفحص السيارة تلاقي اعطال كتيرة جدا والسبب هو طرف الارضي او السالب الخاص بالسيارة ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم